السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي المتابعين مساكم الله بالخير اليوم ان شاء الله درس سريع حول كيفية تصغير حقهم الصور يعاني بعض الاخوة والاخوات المنصقين اعلاميين عندما يحاولون رفع صور في بعض المواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب ضعف الشبكة يتتأخر رسالة المشاركة في بعض المنصات الاجتماعية كذلك بعض الزملاء لما يحاولوا انهم ينزلوا بعض المرفقات في البوابة لمرفق غياب مثلا افادة غياب او اجازة مرضية فيكون حجم المرفق كبير قصورة فلا يتحمل الشبكة لا تتحمل حجم المرفق لهذا طريقة تصغير الصورة هذه او المرفق باستخدام برنامج بيكس ارت طبعا هذا البرنامج برنامج بيكس ارت افتح برنامج بيكس ارت يشتغل معي البرنامج بهذا الشكل طبعا البرنامج ليش انه ما كامل غير اصلي تطلع بعض الاحيان بعض الدعايات وبعض الاعلانات انزل تحت الى علامة الزايد ومن ثم اذهب الى صور المراد تصغير حقه طبعا اضغط على عبارة كل الصور وبعدها اضغط على حديث هنا فوق اذهب الى المكان الموجود في الصورة طبعا الصورة موجودة في الداونلود انا منزل الصورة من الايميل لان حجمها كبير فهذه مجموعة من الصور ذات الحجم العالي فبختار صورة من الصور مثلا هذه الصورة فيما تشوفوا هنا ظهرت معي دعاية او اعلان ننتظر شوية اغلق الاعلان تحملت الصورة الى البرنامج او تطبيق البيكس ارت اذهب الى ادوات تحت على اليسار اضغط على الادوات ومن ثم الى تغيير حجم الصورة اضغط على تغيير حجم الصورة ظهر معي هنا يا اخواني الفين وخمسمة وعشرة والارتفاع ثلاثة وثلاثمية ستة واربعين مجرد اني ما اغير الارتفاع على طول ينحذف ايضا من العرض فاضيف مثلا ارتفاع بحط الف مثلا الارتفاع الف يعطيني العرض سبعمية وخمسين اوتوماتيكيا اضغط على تغيير الحجم وبعد من اضغط على تغيير الحجم اروح فوق على اليمين عفوا واضغط السهم الابيض طبعا هذه دعاية ايضا اضغط اكنسل دعاية تظهر معي الصورة الحفظ واضغط على عبارة الحفظ هنا تحت احفظ ومن ثم اقول له حفظ الصورة على الجهاز خلاص ان حفظت الصورة على الجهاز اول ما انتم حفظت الصورة معي على الجهاز طبعا بلقاها بعدين في برنامج او عفوا في فولدر خاص باسم البرنامج اللي هو بيكس ارت وبالحجم الاصغر شكرا لكم على المتابعة كان معكم اخوكم الاستاذ الشيبة اشتركوا في القناة